أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن أفضل عبادة يمكن أن يقوم بها الإنسان هي ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله من العبادات التي لا يحصرها عدد ولا وقت ولا مكان فإن الله سبحانه وتعالى لما فرض الفرائض جعل هناك صلاة مفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة الزكاة مرة في العام الصيام كذلك الحج مرة واحدة في العمر وهكذا إلا عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لما طلبها لم يحدد لها وقتا ولا عددا ولا زمانا ولا مكانا فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة غير أنه وردت بعض الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل الذكر عقب الصلوات فالذكر في أصله مشروع في كل وقت وفضله وثوابه كبير حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ماليككم وخير لكم من أن تتصدقوا بالذهب والفضة قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله ذكر الله إذا اقترن بالصلاة كان الثواب كبيرا فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي عقب الصلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته استغفر الله ثلاثا في مرة من المرات جاء مجموعة من الصحابة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الأغنياء أخذوا الأجر كاملا كيف ذلك؟ فقالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن لهم فضل مال معهم مال يتصدقون منه ويجاهدون ويحجون إذن هم زادوا عنا في هذه العبادات وكلما زاد الإنسان في العبادة كلما زاد أجره فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى طمأنهم وطمأننا جميعا وقال كل من أراد أن يحظى بهذا الأجر الكبير وأن يصل إلى الثواب العالي فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى عقب الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم وهو يرد على هؤلاء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتموهم قالوا بلى يا رسول الله ما هذا قال صلى الله عليه وسلم تسبحون الله عز وجل عقب كل صلاة ثلاثا وثلاثين يعني تقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين مر وتحمدون الله عز وجل عقب كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله عز وجل ثلاثا وثلاثين وهي الأذكار التي نذكر ونختم بها الصلاة سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله أكبر 33 مرة ثم يختم الإنسان المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر يقول راو الحديث فمضوا عددا من الأيام ثم جاءوا مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد سمعوا ما قلته لنا وهم أهل الدثور الأغنياء سمعوا هذا التوجيه وهذه البشارة ففعلوا مثل ما فعلنا أيضا يتصدقون يجاهدون يحجون ويصلون ويصومون ثم فعلوا هذه الأذكار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أشاهد في هذه الرواية أن ذكر الله عقب الصلاة يحقق للإنسان منزلة كبيرة منزلة عالية الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم إذن إن علينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى خاصة الأذكار بعد الصلاة فبها ترتفع درجة الإنسان وبها يرضى الله سبحانه وتعالى عن الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة